اليوم سوفنا تعرف على طريقة كيفية إلغاء خط عريض قوموا بالضغط هنا على ضبط العيدادات وبعدها سوفنا قوموا بالضغط هنا على الميزة المتقدمة من ثم سوفنا قوموا بالضغط هنا على إزالة رسمة المتحركة بدا سوفنا قوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على حجم الخط والنمطة وبعدها سوفنا قوموا بالضغط هنا على خط عريض وبهذه الطريقة نكونوا قد قمنا بإلغاء خط عريض وهكذا نكونوا قد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة